لدينا أزمة في مصادر المياه الموجودة في قطاع غزة للأسف أريد أن يعلم عنها المواطن الفلسطيني وحتى المواطن العربي نذيراً بين يدي خطر عظيم حذرت سلطة المياه والموارد الطبيعية الفلسطينية بقطاع غزة من أزمة كبيرة في مياه الشرب متمثلة في العجز الكبير الذي تسبب به قطاع التيار الكهربائي خطب ساق حديثه نائب رئيس سلطة المياه مازن البنة خلال مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة مبيناً أن القطاع يعاني عجزاً وتلوثاً مائيين بسبب استنزاف الخزان الجوفي الذي لم يعد صالحاً للشرب وقدر العجز بـ 150 مليون متر مكعب سنوية واستطرد مازن في سياق حديثه بساطة الأزمة التمهيدية مشيراً إلى أن الكثير من الدول المانحة توقفت عن دعمها لقطاع غزة بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 مدارية حرج انقطاعها بفتح قناة تعامل وقفتها على بعض المؤسسات المحلية مطلع عام 2012 عن طريق دعم بعض مشاريع تحلية المياه نائب رئيس سلطة المياه ذكر في معرض طرح الحلول الإجرائية أن السلطة هوضعت منذ البداية الكثير من الخطط التنموية التي اعتمدت بشكل أساس على إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وأخرى لتحلية مياه البحر لكن انسداد الدعم المالي وتشديد حصار غزة وقف بحظ تلك المشاريع دون مدى التحقق ولم ننسي خصوص المصاب الغزي مازن البنى عموم الأزمة المزمنة التي أكد أن الضفة كان لها منها حظ ونصيب مصاب جلل وحظ عاثر لخص تفاصيلهم البنى في وضع الاحتلال يد سيطرته على نسبة 90% من مجموع مصادر مياه الضفة المحتلة وقطاع غزة مبينا أن عملية الغبن الحسابية المسجلة تتحدث عن مقاسات عطش متطاولة يعانيها المواطن الفلسطيني مقابل سرف زائد يحصل بمقتضاه المستوطن الصهيوني على سبعة أضعاف حصة المواطن الفلسطيني التي تتخطفها مناغصات التضييق متجسدة في عرقلة المشاريع في الضفة المحتلة وتدمير المرافق المائية في القطاع المحاصر متجسدة في القطاع غزة ترجمة نانسي قنقر